كان معنا سؤال من الأسئلة المتبقية معنا سؤال ستة أمو محمود واللي كانت بتسأل فيه عن يعني مسألة الجد ونفقت الجد على أولاد ابنه المتوفى وحرمنهم من حق والدهم يعني الحقيقة أنه المقرر قانونا وهو موافق لبعض أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية أن نفقت أولاد ابنه المتوفى أولها الفقر بمعنى فقر هؤلاء الأولاد الأحفاد دول واحتياجهم فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته منهم يعني اللي منهم من الأحفاد عنده أنه يقدر ينفق على نفسه خلاص لكن لو كانوا أهل فقره أهل احتياجه أهل عوز في هذه الحالة تجد الحالة التانية العجز عن التكسب يعني إذا كانوا هم مش قادرين زي حالة الستة أمو محمود هي بتجري تشتغل وتعمل وبتحاول تجد لكن هي العمل بيديها مكسب على أدها جدا ومش قادرة تكاف فيهم وبيبخل عن أنه يعطي هؤلاء الأحفاد بل كمان بيتواطع عشان يحرمهم فيما بعد مما يجب لهم بنص القانون بالنسبة لمسألة الوصيد الحاجة التالتة ليه اللي احنا نسا كنا بنقول عليها غين المنفق وهو الجد يعني بيشترط في وجوب النفقة على الجد يعني ما قدرش أجي الجد هو مش قادر يكمل نفقته هو الشخصية وقوله أنت تجيب عليك النفقة لا من ضمن الشروط أنه يقول كون هو قادر يعني اللي بتجيب عليه النفقة قدرته على الإنفاق على أولاد ابنه بعد كفايته نفقت نفسه يعني بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته طيب لو الشروط دي اكتملت ايه اللي بيشمل يعني ايه النفقة اللي بتجيب على الجد دي النفقة الواجبة دي بتشمل الأمور اللي هي المأكل والملبس والمسكن وعليه وبهذه الشروط اللي احنا قلناها لحضراتكم فإن هذا الجد اللي عمال سايب أحفاده ومحتاجين أموم بتجري عشان تأكلهم وتشربهم وولدهم متوفة وهي مش قادرة تكمل النفقة بتاعتهم فإن هذا الجد بيأسم شرعا وبتاع يعني أنه الحالة دي فيها نوع من الإفراط في الأسوة وفي عدم القيام بما يجب وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعود وفي رواية من يقوت فدول من ليهم وأنت الأب الأكبر بالنسبة إليهم بعد وفاة أبيهم وسعي هذه المرأة لتوفير النفقة ليهم وهي مش قادرة تكمل طيب في الحالة دي بالناحية بقى القانونية الزوجة ستهم محمود دي ماذا عساها أن تفعل يا حق طبعا لزوجة الإبن المتوفة دي إقامة دعوة قضائية بتطالب فيها الجد بالإنفاق على صغارها طبعا حالة امتناعه ويسر حالته المادية طيب النقطة التانية بقى أن يعمل يقول لهم أنا الولاد مش هياخدوا ما يكون لهم بعد ما هو ينتقل يعني يحرمان الجد بعض الورثة بكتابة كل ما يملك للبعض الآخر من الورثة طيب لو هو عمل كده إذا قم بكتابة كل ما يملك حال حياته لبعض الورثة دون بعضهم الآخر التصرف ده وإن كان ينفذ لكنه بيأثم شرعا بقصده يحرمان بعض الورثة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع